بدعوة من رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون يشرع سيد محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريطانية في زيارة دولة إلى الجزائر تدوم ثلاثة أيام ابتداء من السابع والعشرين إلى التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الحالي وتدخل الزيارة في إطار تقوية العلاقات التنائية وتعزيز التعاون بما يخدم مصالح البلدين